انا بقول اني النفسية محتاجة لقوي دلوقتي هعمل معاكم اسموزي الباطيخ جبت باطيخة فتحتها لقيت لونها بينك قيمتي طعمها مادتوش اكتر من 60% قلت يبقى كده محدش هيستقل فيها ولا يكلها يعني بالطريقة بتاعتنا طعمها مش قدي كده فقلت لازم استفيد بيها وعمل بيها حاجة حلوة قلت لازم اعمل اسموزي زي ما انتو شايفين الباطيخة تحس كده ان هي جامدة شوية من جوا والطعم بتاعها مش السويت زي ما متعودة عليها لذلك ها بمعكو اسموزي الباطيخ بطريقة وطعم جديد لو انت جابت باطيخة من هاش طعم هيبقى لها طعم حقيقي الاسموزي بتاعنا طعمه ما حصلش ده بقى كان اخر حاجة ممكن اعملها بيها تعالوا شوفوا بعمل اسموزي ازاي قطعت الباطيخ وهاجبت كوباية ونص من التالك على شوية باطيخة كميل انتو عتشفوها وجبت خمس فراوليات كانوا في منهم مفرز في منهم فريش وهنزل عليهم بالباطيخ بشكل انتو شايفينه الفراولة مع الباطيخ بيعملوا طعم هايل وجديد ومش انتي مش متعود عليه اول ما هتحطي الاثنين مع بعض هيدوكي طعم حلو عمالنا الحليب المكسف من غير ما نستخدم بتجاز ولا نار ولا اي حاجة في دقيقة عملنا واكتصادي وسهلي جدا وقوام ممتاز هنستخدم هنا الحليب المكسف وبعدين هنزل عليك على الباطيخ اي التالك الفراولة بشكل اللي انتو هتشوفو عشان يديني في النهاية قوام ممتاز عايزة اقوليني حطيتو في الخلط ما اخدش خمسين ثانية انا ما فصلتش الكاميرا على فكرة وانا معكو شغلت بقى الخلط ويشايفو هو عمل يتقسر التالك مع البطيخ مع الفراولة كله عمل مكس هايل طعمي جامد 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 انا كنت مبسوطة عايزة اقولكم ان انا من الناس اللي بيحب قوي قوي ان الزهور اول لما بتنشف ما برميهاش بحب اجمحها عندي في البيت وزهين بها المكان خاصة اللي لوحد انا بحب هو اللي جايب لي الزهور شوفتو بالزبط كده ما اخدش مني خمسين ثانية ما فصلتش خالص الخلط وانا بصور معاكم وبكده كنت عملت معاكم السموزي البطيخ يعني لو جابت بطيخها مضروبة او قراءة استخدمي الطريقة دي حلو قوي قوي حتى لو الطعمي مش كويس اندي استخدمت بأساسا الزهرة بتاعت البطيخ وحلتي طعمها بكده كنت عملت معاكم السموزي هايل وحلو وجميل ما تبتكروش انكو لما بتروحوا اي مكان زي كافيهات او اي مكان برا تشربوا في عصير فبيدهلكو فريش ده بيدهلكو اديمة ومفرازة وبقلها كتير اوي مخزونة عندو فلازم تعرفي ان العصير او اي فواكه بيجيبها حتى لو كانت اديمة او ادي ما عايز اقول يعني اوفر كوك زي الموز زي اي فواكه مستوية اوي اوي انه انت فيها كويس وحوتيها بزي بلاك وحفزيها في الفريزر وبعد كده طلعيها استخدميها بقى عصير ما حصلتش ده قوام زي ما شايفينه مقربتي التصوير عشان اقول لكم يعني انجوي بس كده دي كانت الطريقة بتاعتنا انا كنت مبسوطة اوي 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 كنت حابة اعمل بس وانا بعملكم عصير كده مباشر واشجعكم انه اللي عندو حد عندو بطيخ دي كانت اول بطيخ اجيبها في الموسم بتاع البطيخ فحظي بقى كده اسمع اي حلوة يلا انجوي يا جماعة دي كانت طريقتنا في سموز البطيخ حلوة اوي اوي احزب لكم طريقة الحليب المكسب وغو سندوق